موسيقى السلام عليكم لا تنسوا عجبات الفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا نستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جيدة من قناتكم قناة السبكي السلسلة التكنولوجية طبعا كلنا تبعنا مؤتمر شاو من النهاردة واللي عملته فارقعت كنبلة في التحفة بتاعتها المي تين تي والمي تين تي برو وطبعا يعني كنبلة كبيرة قفلت على كل الشركات قلت لهم قفلت عليكم المية والنور والباب وكل حاجة واللي يقدر ينفسني يحصلني ينفسني واللي يقدر يكسرني يحصلني ايه يكسرني وطبعا احنا شوفنا بلكات الشركات اللي فاتت اللي سعارت بصوة مائة وعشرين جي بتسعة تلاف جنيه واللي سعارت بصوة مائة وعشرين ستة تلاف جنيه واللي سعارت بصوة مائة وثلاثين بستة تلاف وستمائة جنيه لأ النهاردة شاومي جاية بالصراحة كده جاية يعني تقطع رقبة وتقول مين منافس والفترة اللي جاية انا هنامس انا هاكل السوق هتبقى هي نومبر ون فالنهاردة هنعملين مقارنة كده بين المي تين تي والمي تين تي برو وتكون مقارنة هنشوها الفارق بسيطة يعني بش ادي كده هنشوه عرضه في المقارنة وانت بقى حسب اختيارك عايز تجيب المي تين تي او مي تين تي برو حسب اللي انت ايه شايفه امكانتك المادية طبعا قبل ما نخش على المقارنة يعني لو ما اشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة واعمل اعجاب عشان الفيديو يوصل ونكبر ان شاء الله بقناة نكبر بيكم وتبقى قناة كبيرة وانه في حاجات في حاجات جاية كتير ان شاء الله سلسلت التكنولوجيا هنهتم بيها ان شاء الله ويلا بينا بقى نخش شوفوا المقارنة يلا بينا تعرض خط بقى في المقارنة بتاعتنا النهاردة هناخد اول حاجة وزن الموبايلين حجم الموبايلين او الوزن بتاعهم متين وتمنتاشر جرام ومتين وتمنتاشر جرام طب كده ما فيش اي مشاكل كده اخدنا الوزن بتاعهم تعالوا بقى نخش بعد كده على الضخر بتاع الجايب طبعا ازاز فرم المونيوم وعلي طبعة حماية على الضهر وعلى الكاميرات في الاتنين تعالوا نبص بعد كده على ايه على ايه الشاشة اي بي اس اي بي اس اه طيب فيش ايه كانت نفسي باقي امولد بس يلا هم عايزين نوفروا شوية في الفلوس بخها شوية بس اي بي اس محترمة هنا طبعا جاية مساعدتها ستة وسبعة وستين ستة وسبعة وستين من انش او بوصة اه طبعا بتستحوز على ستة وتمانين وستة من عشرة من حجم ايه الموبايل كله يعني ما شاء الله يعني الحاب بتاعتها صغيرة جدا بتاعتها الف وتمانين في الفين تلتمية واربعين بيكسل وهنا الف وتمانين في الفين تلتمية واربعين ميجا بيكسل طبعا اه جاية من طولها من تسعتاشة ونص التسعة والعشرين لتسعة ما فرقتش طبعا اه فيها قطرة الماء تلتمية ستتمانين بي بي اي وتلتمية ستتمانين بي بي اي طبعا ده اللي هو ايه قطرة الماء والرزاز والكلام ده تحمله. اه طبعا جابوا معدل تحديث اه مية اربعة واربعين هيرتز مية اربعة واربعين هيرتز حاجة ما شاء الله تبارك الله فيما خلق. ايه عليها جوريلا جلاس فايف جوريلا جلاس فايف. الطبقتين حماية. ما شاء الله. حاجة حاجة محترمة يعني. الكاميرات بقى والاختلاف فين يا عمو? الاختلاف في الكاميرات. الكاميرا بقى الاماليسية 64 فتحة واحد وتسعة. هنا مية والتمانية في البرو وفتحة واحد وسبعة. طب بالنسبة لالترواية تلاتاشر ميجا فتحة اتنين. وهنا مية تلاتاشر ميجا برضو. الميكرو خمسة ميجا. خمسة ميجا في الميكرو. يعني هي الكاميرات بس اللي في برقة. هنا اربعة وستين هي مية تمانية مية وتمانية ميجا. طيب. الطبعا بيبعا فيه فلاش لد. حاجة كده حاجة محترمة. آآ طبعا الفيديو بيصور تمانية كيه تلاتين في الثانية و تمانية كيه تلاتين في الثانية. حاجة ما شاء الله معك تمانية كيه. يعني انت معك معك كاميرا حقي shop كاميرا كاميرا بجد. طبعا الكاميرا السيلفي بقى بتاعتها عشرين ميجا بيكسل فتحة عدسة تو وهنا عشرين ميجا ميكسل فتحة العدسة بتاعتها تو حاجة محترمة حدش دي ار اensity ار اتش دي ار feed dir اختلاف بس في الكاميرا الخلفي. نظام الاندرويد عشرة ميو اتناشر وهنا اه اندرويد تن ميو اتناشر. ما فيش اختلاف بين الاتنين. البرسيسور اه سناب دراجون تونمية خمسة وستين تونمية خمسة وستين الجيل الخامس. جاي معه. معه. هو طبعا معدل معمارية سبعة نانو ميتر. اتنين وتمانية جيجا هارتز اتنين وتمانية جيجا هارتز معمورية اداة معمورية اداء سبعة نانو ميتر ا viruses ادريونو ستة مئة وخمسين ادريونو ستمية وخمسين هنا هنا زي ده. فيش اي اختلاف. الرامة تمانية جيجا الرامة تمانية جيجا. كويس تمانية جيجا حلو رافو حاجة اعلى من الستة. يعني بدأت نطلع من الستة شوية طبعا المساحة مية تمانية وعشرين في الميتين تن في الميتين تي ميت بتوا مية تمانية وعشرين وميت cięسة وخمسين بس ان اللي جاي مصر البطن ستة وخمسين عشان يبقى البروه بقى يعني يبقى اعلى منه. وطبعا اه يعني يجي بقى نخش بعد كده على البطارية خمس تلاف ميلا امبير خمس تلاف ميلا امبير. بتدعم الشاحن السريع بالتلاتة بتلاتين واط. وكنت نفسي بقى شاحن اعلى من كده بس تلاتة تلاتين واط. حلو مش وحش. حاجة كوية الساعة زي الفولد. نخش بعد كده على آآ البصمة الجانبية. آآ في بعد عمل بصمة الجانبية و سريعة جدا 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 يعني غير اللي موجودة في البوكو كتير خالص. آآ طبعا بيدعم آآ جاي بسماعات وبيدعم يعني طبعا عندك هنا خطين او خط وكارت ممري. السماعات جاية حاجة حاجة محترمة يعني. ما بيدعمش مخرج التلاتة ونصف ما بيدعموش. ممكن تشغله عن طريق اللي هو آآ طيب سي. السعر بقى المية تمانية وعشرين المية تمانية وعشرين تمانية جيجا عامل سبعة تلاف جنيه. وبالنسبة للبرو المية ستو خمسين. تمانية جيجا عامل تمن تلاف وربعمية جنيه. يبقى نوع عجبكم الفيديو ويا ريت نشترك في القناة ونفقى زر الجرس ونعمل اعجاب. وشكرا لكم. طبعا احنا كده شفنا المقارنة بين المية تين تي والمية تين تي برو. وطبعا اه الفوارق اللي هي في الكاميرات والمساحة بس. يعني هنا كامرة المية تين تي جاية باربعة وستين. آآ وهنا المية تين تي برو جاي بمية وتمانية. وفيه مسبت بصري او اس. هنا طبعا مفهوش مفيش في 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 المية تين تي مفيش آآ مسبت بصري. آآ المساحة هنا جاي مية تمانية وعشرين وهنا جاي متين ستا وخمسين على رمات تمانية جيجا طبعا حاجة محترمة اه في البرو طبعا انت لو pant Liu ساحة كبيرة بقى وتعش حياتك جاء لك مبايير متين ستا وخمسين يعني ومعليش ومية تمانية ميجا قال لك الكاميرات دي هي اللي موجودة زيها زي اللي موجودة في الايه? في الستويني الترا سامسونج نفس الكاميرات. وطبعا قال لك الكاميرات اللي موجودة في الاربعة وستة في التين تي هي زيها اللي موجودة في بوكو اكس سري يعني نفس الاداء فانت بقى حسب امكانية يا تاكلاني الميتين تي النسخة المية تمانية وعشرين تمانية جيجا رام نزلة بسبع تلاف جنيه ما شاء الله فلاكشيب بسبع تلاف جنيه يا بلاش يا بلاش يا بلاش يعني في شركات تانية عاملة بطلتاشر الف وآيه واربعتاشر الف جنيه والميتان سلطة الخمسين في البرو المية تمانية وعشرين معمود بتمن تلاف وربعمية جنيه هاحد يقول لي لا ادى هاق انا بلاغ تلاف تلتمائية نسخة سعين يا راجل انجت عالجينيه يعني انت تاخد الجنيه من الراجل تمن تلاف وآه ربعمية جنيه فدي اسعار اللي هي موجودة اللي نزلت اللي نازل شركة لشركة شاموية عملتها صراعي عشاموية بتقول للناس ايه بتقول لشركات تانية ايه هتقدروا تنفسوني السنة الجاية اهنا نزلت بسبع تلاف جنيه وتمن تلاف رعمية جنيه هتنفسوني السنة الجاية هتقدروا تعملوا الامكانيات دي هتحطوا كاميرا مية تمانية ميجا بيكسل بمثبت بزري او اس هتحطوا شاشة ترددها مية اربعة واربعين هيرتز اي بي اس هتكون ستمائة نت يعني في اضافة الشمس هتلاقي ما شاء الله لو انت موطر اضافة هتلاقي هتشوف كل حاجة لو حد تصل بيك لو انت عاوز قاعد في مكان في شمس عاوز تفتح اه سوشال ميديا هتلاقي كل حاجة ما شاء الله يعني شاشاء عشرة عشرة على طبقة حماية اه جيل الخامس جوريلا جلاس فايف من الضهر والشاشة والحتى الكاميرات كمان يعني ما شاء الله جايبين عاجة عالية جدا 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 البروسيسور جيل خامس فايف جي وبمناسبة الفايف جي انا سمعت مفاجأة حلوة قوي ليكم يا جماعة الفايف جي في مصر هيجي مصر ان شاء الله شركة وي خلاص بدأت تعمل تحدث انظمة شبكتها فالفتح اللي جاي فيه ايه لغبطة شوية في شركة وي ما نتضيقش يعني ليه لان انت هتلاقي اول السنة ان شاء الله على السنة الجايب كتيره قوي هيكون الفايف جي موجود في مصر وده خبر انا بتنفرد به قناة السبكي ان الفايف جي ان شاء الله موجود عن طريق شركة وي وبعد كده تبدأ بقى شركة فودافون والاتصالات وارنج يبدأوا ينزلوا الفايف جي ده حاجة كده انا عرفتها الحمد لله ان شاء الله وده هيبقى اكيد طبعا انا كنت عامل فيديو عن المي تين تي وتوقعت السعر من ستة لاف وستة لاف ونصف هم قالوا سبع تلاف يالله مش ما مفردتش خمسمية جنيه غلطنا في التوقعات هسيب لكم برضو رابط الفيديو بتاع المي تين تي اه في وطبعا احنا كنا عاملين مسابقة اه من قيمة اه عشرة ايام اخماشر يوم قلنا ان فيه للي طبعا عشان القناة فعالت معانا وصلنا الالف ومشترك وهسيب لكم رابط الفيديو ده برضو بتاع الجيباوي نخش نشترك في الجيباوي عشان ان شاء الله يوم ستة اتناشر هنعمل بس مباشر وهنوزع الهدايا على اللي فازوا معانا واللي حققوا شروط اه شروط المسابقة تمام هسيب لكم برضو رابط الفيديو في الشرح اه ده كان الموضوع بتاعنا كله وطبعا هننزل بسبعة تلاف جنيه والتين تي برو نزل بتمان تلاف وربعمائة جنيه شاومي السنة الجاية منافسة شارسة 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 بكل المقاييس وبتقول للشركات انا كده هتعمله ايه انا نزلت وعلى فكرة كل اللي نزل السنة الجاية يعني سامسونج بنزلها الا واحد واربعين او الاتني واربعين قصد انا اسف في فايف جي والاثنين وسبعين في فايف جي والاثنين وخمسين في فايف جي وريلمي بنتنزل لفايف جي لان خلاص مصر مصر خلاص السنة الجاية هيكون فيها فايف جي بس طبعا هتقدروا يتنفسوا يكونت لسه شركة قريبة عاملة الفورد برو بتاعها يعني اوبو عاملة بكام عاملة بتسعة تلاف جنيه وشاومي عاملة بستة تلاف جنيه وبيبو لسه مطلع الاس عشرين عاملة بستة اه خمسة تسعمية يعني اسعار كده خيالية في امكانات قليلة انت اتخيل بتاخد من شاومي قيمة وقابل السعر شركة محترمة جدا حاجة عشرة لعشرة بتاخدها بسعر ايه يا بلاش بجد شاومي ارفع لك كباعة وانحاني وفعلا اه قيمة وقابل السعر يا رب يكون الفيديو عجبكم وانشترك بقى في القناة نفسي تشتركوا معاه في القناة كده وتعملوا لايك وتعملوا كومنت ونكبر بيكم في قناتكم قناة حسام السبكي ونشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية من سلسلة التكنولوجيا ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة